السلام عليكم ورحمة الله أحباء متابعي القناة في هذا الفيديو سنتحدث عن عشر علامات تشير إلى أن حبيبك مفلس وما حيلتوحيله ما حيلتوش اللضة كما يقول إخواننا في مصر قبل التحدث عن هذه النقاط التي تفضح وضعه المالي أتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك والإعجاب والشير وكذلك وضع التعليقات أسكن الفيديو وهناك زر جديد سمحوا لنا به في يوتيوب وهو زر الدعم المالي لتقديم أي تبرعات من أجل دعم القناة على الاستمرار وتغطية نفقات تصوير هذه الحلقات الآن دعونا نبدأ ونكتشف كيف يمكن للفتاة أن تعرف الوضع المالي الحقيقي لعريسها أو لمحبوبها الغالي إذا لم يكن يفصح عن حقيقة هذا الوضع العلامة الأولى التي تدل على أن حبيبك مفلس يقترح عليك دائما أنشطة مجانية ببلاش وهنا من فضلك لا تفهمني بشكل خاطئ ليس على المرء إنفاق المال لقضاء وقت ممتع في الواقع أنا من المدافعين عن الأنشطة الخارجية منخفضة التكلفة أو حتى المجانية بدون تكلفة لكن ما نعنيه هنا أنه إذا كان الرجل الذي تحبينه مهتما فقط بالتنزه معك في الحديقة العامة فقد تكون هذه علامة على أنه يواجه مشاكل مالية ليس كل المشاوير يجب أن تكون إلى هذا المكان أو إلى الأمكنة التي لا تحتاج إلى إنفاق المال هذا مؤشر لا بد من الانتباه إليه عند النظر في الوضع المالي للعريس وفي هذا الإطار تأتي النقطة الثانية إنه يفضل المطاعم البسيطة دائما أنا أيضا أقدر المطاعم البسيطة وأحب الذهاب إليها أحيانا لكن إذا أصر الرجل على أخذك إلى أمكنة من هذا النوع ولم يفكر ولو مرة واحدة بالارتقاء نحو مطاعم أفخم في المناسبات الخاصة على الأقل مثل يوم ميلادك أو يوم عيد الفطر فقد يدل هذا على أنه لا يملك ما يكفي من المال الإشارة الثالثة التي تكشف لك إفلاس حبيبك يطلب منك أن تدفع الفاتورة هذه كارثة هذا أمر نادر طبعا ولكن إن وقع فهو يشكل إشارة بالغة الخطورة ليس فقط على إفلاسه وإنما أيضا على وقاحته ليس كذلك؟ الإشارة الرابعة لم يدعك إلى زيارته أبدا أنت تعرفين هذا الرجل منذ أشهر وربما سنوات وما زلت لا تعرفين أين يعيش من المرجح في هذه الحالة أن يكون مكانه مكانا مؤلما بالنسبة له مؤلم بمعنى محرج وفي هذه الحالة يجب أن تحاول كشف الغموض الإشارة الخامسة يصاب بالتوتر عند ذكر المال هل يصبح مضطربا أو مرتبكا أو منزعجا في الوقت الذي يظهر فيه موضوع المال؟ حسنا هذه إشارة لا بد من التوقف عندها العلامة السادسة أسلوب حياته لا يتناسب مع وظيفته رجلك هنا هو مجرد موظف في شركة صغيرة يعني راتبه محدود لكنه يعيش بطريقة مطرفة ويقود سيارة من أحدث الموديلات شيء ما في هذه الحكاية يبدو غير منطقي أليس كذلك؟ يحاول الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مالية كبيرة أحيانا التستر عليها بالوميض واللمعان وإظهار أنهم يعيشون معيشة فاخرة لذلك كون على حذر ولا تدعي المظاهر تخدعك الإشارة السابعة التي تدل على الرجل المفلس يترك الفواتير تتراكم يميل الناس إلى ترك الفواتير تتراكم عندما يكون مفلسين طبيعة الحال لذلك إذا لاحظت وجود الكثير من الفواتير المستحقة عليه والتي يهمل دفعها عن عمد وقد يعني ذلك أنه يعاني من بعض المشاكل المالية الإشارة الثامنة ليس حريصا على ماذا؟ على الالتزام وهذه نقطة جدا خطيرة يجب أن تتوقفي عندها هل كل شيء يسير على ما يرام بينك وبين حبيبك؟ لكنه مع هذا لا يريد الالتزام بمعنى أنه يرفض الزواج يمكن أن تعزى أسبابه في التراجع إلى عدة أشياء بما في ذلك نقص الأموال بعض الرجال يفضلون عدم الخطبة أو الزواج إذا كانت حقيبتهم ليست على ما يرام العلامة التاسعة يتحدث عن مشروع ضخم هل يتحدث رجلك عن مشروعه الضخم الذي يود تحقيقه ولكنه لا يفعل أي شيء على أرض الواقع للمباشرة به؟ إذا كان الأمر كذلك فربما هو يبحث عن غطاء مالي العلامة العاشرة والأخيرة اكتشفت أنه يكذب عليك هنا السؤال الذي يطرح هل اكتشفت أن الرجل الذي تحبينه كان يروي لك القليل من الأكاذيب؟ هل بدأت هذه الأكاذيب في التراكم؟ قد يكون خداعه متجذراً في القضايا التي يحاول إخفاءها بما في ذلك مشاكل المال إذا كانت هذه الأكاذيب سخيفة وبسيطة لحفظ ماء الوجه نسميها أكاذيب ضيضاء فقد تكون عابرة ويمكنك مسامحته عليها ولكن إذا بدأ في رواية أكاذيب كبرى فعليك هنا التوقف والتفكير في جدية العلاقة بعد كل شيء علاقة ملوثة بالكذب ستكون بدون ثقة وبالتالي لا يمكن أن تنجح وهنا نصل إلى السؤال الأهم ماذا تفعلين إذا اكتشفت أنك تقابلين رجلاً مفلساً؟ لقد ناقشنا العلامات التي تشير إلى أن رجلك قد يكون يعاني من الناحية المالية والآن دعيني ألقي نظرة معك على الخيارات والحلول المحتملة أولاً عليك تقييم العلاقة خذي نفساً عميقاً فالموضوع جدي جداً ثم فكري فيما إذا كان عليك حتى الاستفسار عن أوضاعه المالية الاستفسار منه سؤاله مباشرةً إذا كنت مامعاً لفترة من الوقت فإن التطرق إلى الموضوع المالي برفق قد لا يكون فكرة سيئة في النهاية كونك حبيبته يحق لك معرفة ما يحدث الخطوة الثانية اسأليه عما إذا كان يريد مساعدتك لا تخافي لن تتورتي في شيء لكن إذا كنت قد فكرت في الأمر وتعتقدين أنك قد تكون قادرة على المساعدة قبل القفز لإنقاذ حبيبك مالياً اسأليه أولاً عما في جيبه يمكن أن تكون محادثة صعبة لذا كوني حساسة قدر الإمكان الخطوة الثالثة فهم الوضع إذا حددتي أن وضعه المالي مثير للقلق فإن الخطوة الأولى هي فهم الموقف حاول أن لا تقفز إلى الاستنتاجات أو تكون متطفلة وعاونيه بعد المصارحة على وضع خطة إنقاذ مالية إذا بدى متجاوباً ومرحباً بالفكرة وأهم ما في هذه الخطوات هو أن تكون محترمة ولطيفة الأمور المالية يا عزيزتي يمكن أن تكون مزعجة للأعصاب وتزداد المواقف ضراوة عندما يكون أحد الأشخاص سلبياً أو عدوانياً بسبب هذا الموضوع لا أحد يريد أن يمر بمشاكل مالية لكن هذا يحدث إذا كنت تهتم بالعلاقة وبحبيبك ولا تريد خسارته فلا تزيد من التوتر عن طريق التقليل من شأنه أو مخاطبته بقصوة يمكن لرجلك التغلب على المشاكل المالية نعم إنه أمر شاق لكنه ممكن لا يتطلب الأمر سوى القليل من التخطيط والانضباط والعمل الجاد إذا كان كل شيء يسير على ما يرام في العلاقة بينكما فحاول أن تثق في قدرته على تغيير الأمور نحو الأفضل وكوني معه في بناء مستقبل مالي متين